السلام عليكم ازايكم العلاقات السعودية الايرانية المفروض انها خلف التوقعات العلاقات باشية من مرحلة كويسة لمرحلة افضل بكتير جدا عن الماضي وكل شوية بتشح تطورات كتيرة وبتخالف التوقعات لان كل العالم توقع ان حتى بعد الوساطة الصينية في الصلح بين ايران والسعودية العلاقة دي العداء اللي فيها مايجعلهاش تستمر وكم المقالات اللي رهنت ان السعودية تتخانق مع ايران كتير قوي قوي برغم كده العلاقات استمرت وخلفت كل التوقعات العلاقات استمرت بشكل كويس جدا لدرجة ان ايران اصلا بتفكر تلجي التأشيرة بينها وبين السعودية واتدخل السعوديين بدون تأشيرة مسبقة والدنيا ماشية زي الفل بس لالك كم ساعة اللي فاتوا دول العلاقات بتادي تشهد توطرات ومش توطرات على مستوى رياضي مش حادثة واحدة رياضية مثلا حادثة سياسية رياضية ضد السعودية تصريحات خطيرة جدا وفي نفس الوقت في مساعي صهيونية لاستقلال النار تحت الرماط اللي بين السعودية وكيران واسرائيل بتحاول منها تشعر النار دي بشكل دي طب ايه اللي حصل؟ واحنا نتكلم علي ايه؟ هاستعرف؟ هاقول لك مشان اقولك لازم احكيها كتقسم لأول قبل اكوش في الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خليني اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو الحقيقة انا مش معايا راعي انا معايا اختراع جامد جدا دلوقتي فيه ناس كتيرة بتحب تفتح شركات في دبي بس بتبقاش عارفة انهي طريق يوصلها لكده يعني ازاي هتروح ويمين هتروح عشان تفتح شركة في دبي خاصة ان دبي هي من اولى وجهات الاستثمار في العالم عليها ففيه شركة اسمها ابشر ابشر هي اكتر شركة واكتر شركة ممكن تعتمد عليها في انشاء الشركات في دبي هتساعدك تعمل كده وتأسس شركتك بشكل قانوني وهيكلي بكل سهولة يعني الشركة بتحطك على طريق الصح بس المحتاج بقى تروح وتسأل مش محتاج ان انت هتلف وتدور بالعكس هتروح لشركة اسمها ابشر هيحطوك على الطريق الصحيح وبكل سهولة وعوز اقولك ان اكتر حاجة بتميز الشركة دي السرعة الجديد بقى عند ابشر ان هم مش بيساعدوك فقط ان انت تأسس الشركة في الامارات في السعودية كمان ده الحاجة الجديدة والخدمة الجديدة اللي بتقدمها لك ابشر مش بس كده وخلي بقى لك لفترة محدودة جدا ابشر بتقدملك استشارات مجانية تقدر تعرف من خلالها كل المعلومات اللي محتاجها قبل ما تأسس الشركة بتاعتك عشان ابشر تكون موجودة معاك خطوة بخطوة هسيب لحضرتك الرابط دعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معهم نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول ايه الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعوا فيما يخص العلاقات السعودية الايرانية الحقيقة العلاقات السعودية الايرانية يجب ان احنا نشهد انها علاقات جيدة لان انت دلوقتي بتشوف ان الحرفيين بيروحوا السعودية ويتكلون مع السعوديين بوافد كبير يعني الوافد اللي راح للسعودية من الجنب الحوثي كان وفد رفيع مش وفد قليل يعني ناس تقيلة في الحوثيين رازم تعرف ان الوافد ده عمره ما حيروح بدون استئزام من ايران او حتى بدون امر من ايران ان ممكن ايران هي اللي امرتهم انهم يروح للسعودية وقال عالي القحوم عضو المكتب السياسي لجماعة الحوتي ان الوافدين العماني والحوتي سيبحثان خلال زيارة سبل التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن وكان وفد عماني وصل صنعال التشاور مع قادة الحوثيين بشأن قضايا عالقة بالاضافة لتجاوز العراقي للحوثية بشأن دفع رواتب الموظفين والسئنة في تصدير النفط والغاز وسط ضغوط اقليمية الدولية بهذا الشأن ورجحت المصادر استجابة الحوثيين للضغوط الاقليمية الدولية حيث اصبح حسم الملف الاقتصادي هو خيار اساسي لأحياء عملية السلام وفق للمبادرة السعودية مش بس كده لو تيجي ببص هتلاقي ان عملية تهريب السلاح من ايران الحوثيين قلت ما كانش انتهت اصلا يعني ما شاهدناش ان امريكا مسكت اي شحنة اسلحة بقى لها كتير اول بقى لها اكتر من شهر تقريبا او شهرين كمان التحالف ممسكش اي اسلحة او شحنة تسليح جاه من ايران الحوثيين ده شيء جيد ومبشش بس خلال الساعات اللي فاتت دي حصل كام حدثة كده غريبة شوية اول حدثة ايه هي اول حدثة ان فيه نادي سعودي اسمه نادي الاتحاد السعودي نادي ده مفروض بيلعب فيه بنزيمة اللي احنا مش لقيينه يعني بنزيمة ما عرفش بيصارش ليه مع نادي الاتحاد السعودي وبيلعب فيه كانتي وبيلعب فيه فابينيو وده نادي عريض في الصالح حياء النادي ده عنده مباراة مع نادي اسمه سبهان الايراني حياء نادي سبهان الايراني نادي برضه كبير في ايران وهو مفروض من أندية الصفة في إيران يعني ده من أفضل أندية في إيران من 2016 عمر ما فيه فرقة سعودية لعبت مع فرقة إيرانية يعني من 2016 الدولتين الفرقة بتاعيته ما بتلعبش بعض على أراضي الدولة الأخرى خالص بس من بعد المصالحة اتفقوا على عودة الأنشطة الرياضية داخل أراضي البلدين بلدين المتحد بدل ما يلعب مع نادي سبهان في أرض محايدة رعف إنه هو يحضر مبارادي داخل إيران حقيقة الأجواء كانت مبشرة جدا ونادي الاتحاد السعودي أجرى أول تدريب لي على الأستاذ اللي حيجرى فيه المباراة وكل حاجة ماشي زي الفن وبالفعل ابتدت الجماهير تتوافت على الملعب وابتدت أعداد الجماهير تزيد بشكل كبير وابتدت الاحتفالات والدخلات كان الموضوع ماشي كويس جدا بس فجأة في انتظار إن النادي السعودي اللي هو نادي الاتحاد ينزل أرضية الملعب ما نزلش خالص ما ظهرش نادي الاتحاد السعودي مش بس كده ابتدت تطلع فيديوهات لمغادرة نادي الاتحاد أرضية الملعب طب إيه اللي حصل بزبط بص يا سيدي اللي حصل إن حكم المباراة ومراكب المباراة راحوا للجنب الإيراني وقالول لو سمحت شيل تمثال قاسم سليماني ليه؟ خلي بقى لك فيه تمثال لقاسم سليماني وقاسم سليماني ده أصلا مجرم حرب يعني هو على فكرة هو بالنسبة الإيران والإيرانيين هو بطل قومي بيسموه القاتل المؤدب الراجل ده كل ما تشوفه راجل متواضع جدا وراجل يعني دامس الخلق ومؤدب جدا جدا بس هو أصلا مجرم وده كان قائد فيلك الكوتس فيلك الكوتس ده بيقوم بكل عمليات الخارجية في إيران يعني هو مسؤول عن كل الملفات الخارجية في إيران هو المسؤول عن ملف اليمن هو المسؤول عن ملف العراء هو على فكرة عمل الحجد الشعبي في العراء هو مسؤول عن ملف في سوريا اللي بينشر فيه التواجد الايراني في سوريا هو مسؤول عن ملف سيطرة حزب اللعبة لبنان الراجل ده كان في منطقة خطورة قاسم شليماني ده بس امريكا اختلته والحقيقة ان من ساعة ما امريكا اختلته ده بقى بطل شعبي فايران حط له تمثال تمثال نصف كده يعني تمثال بس راس والجزء الاولاني كده من جسمه حطينه في الملعب الايراني ده والحقيقة ان الملعب ده موجود فيه تمثال من 2019 فلما حكم المباراة ومراكب حكم المباراة راحو للجانب الايراني قالوله شيل التمثال قالوله لأ التمثال ما يجوه من 2019 يعني انت جاءت لك تاني حاجة الفريق السعودي اقرأ التدريبات بتاعك وانت عوزين ايه يعني حقيقة ان حكم المباراة ومراكب المباراة لغوا المباراة يعني افهم بس المعلومة عشان فيه ناس بتقولك على فكرة نادي الاتحاد السحب لأ نادي الاتحاد عارف ان المباراة لقت فميشي اه قرار مراكم وراه وحاكم مباراة. طيب الجانب السعودي بيقولك ايه? الجانب السعودي بيقولك انه اش دعم. نفسه. ده حاجة. تاني حاجة احنا اعملنا اللي علينا حتى نزلنا نتضرب. والتمثال موجود. ونزلنا نتضرب ومفتحناش بقين. فما كديش تلومني ان انا اتضربت. يعني انت حتيجي تلومني ان انا نزلت الملعب واتضربت. لا. انا احتراما لك نزلت الملعب وانا ما نسحبتش. ده الاتحاد الاسيوي هو اللغة المباراة. ده اللي بيتقال. كده او كده الاعلام السهيوني استغل الواقعة. وقالك بص بقى باشا. شوف. العلاقات الايرانية السعودية راحة في انت. وهو عاد صدق الصداقة. هو عاد صدق الدنيا حلوة. بالعكس الدنيا مش ضريفة خالص بين ايران والسعودية ودليل. اه مباراة رياضية اللي اتنين ما عارفوش ان هما ينساجموا مع بعض ويلعبوا مباراة داخل اراضي اليراني. ارياني قد فورس قد عندهم في ايو وس رونات القدر في راق او سلمانيان بانهم اشترك. او الرحام المقات على الى أقرأت 60.000 فانس مرحباً فيديوات شارت على ميديا تظهر إرانيان فانس تشعر إرانيان فانس مرحباً هي الإعلام السهيون من ضمن أوجه النقط بيقولك بص دارة هان إن العلاقات السعودية الإيرانية مش هستمر وديك شاي في الدنيا مش هزاي وأوعى تصدق إن المقالة اللي نزلت في جريد The Cradle جريد The Cradle دي كتبت مقالة بتقولك إن نائبة وزير السياحة الإيراني طلعت صرحت وقالت على فكرة إحنا بننصك مع الجنب السعودي عشان نلقي بتأشيرة أصلاً يعني السعودين يخشوا إيران من جير تأشيرة وجريد The Cradle قعدت تقولك والله ده حدث كويس جداً والدنيا ماشية زي الفل وتطور كبير وإن إيران لما شافت الموضوع ده شافت إن هو تطور للعلاقات مع السعودية الإعلام السعوديني بيقولك لأ السعودية مش هتفتح تأشيرة الإيرانيين كانت فتحتها لدول الجوار أحسن يعني كانت فتحتها لمصر مثلاً مثلاً كانت فتحتها يا سيدي لأي دولة قريبة جداً من السعودية أقرب من إيران فإيران هي هتلجي التأشيرة للسعوديين بس السعودية مش هتلجي التأشيرة للايرانيين لأن هي عندها حسابات أخرى يعني ده حاجة تاني حاجة تحس كده إن إيران عاوز تتقرب من السعودية بشكل كبير قوي الإعلام السهيوني برضو بيحذر من موضوع وحقولك ليه؟ خلي بالك الإعلام السهيوني عايش على الفتنة بين إيران والسعودية عايش ماشي؟ طيب الإعلام السهيوني بعد المقارة نزل تلقى قالك على فكرة لا حاجة كمان تلقى وصرح وقال أي حكومة لو طبعت مع إسرائيل لازم تعرف إنها بتاخد مصار رجعي وتراجعي والمصار ده ممكن ما يكونش مصار جيد لأي حكومة فإيران بتحذر السعودية بلاش تطبعي مع إسرائيل بأي شكل ليه بقولك الكلام ده؟ إن وزير الدفاع السهيوني جالانت تم استضافته في البيت الابيض والأمريكان بيمهدوا الطريق للتطبيع السعودي السهيوني بأي شكل قبل نهاية السنة عاوزين في ديسمبر القادم يعلنوا عن التطبيع ده بأي شكل بأي شكل فإيران بتحذر السعودية رسميا لو خدت بالك هتلاقي مع تصريحات الرئيس الإيراني بيوضحولك إن شعبياً في مشكلة بين البلدين على مستوى السياسي برضو الدنيا مش هادية برغم إن ملك سلمان وجه دعوة رسمية للرئيس الإيراني في مشكلة طيب ليه مشكلة دي؟ ليه إيران مش صافية تجاه السعودية؟ المساعد السياسي للرئيس الإيراني محمد جمشيدي قال إن الرئيس إبراهيم رئيسي تلقى من العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة رحب فيها بالاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين حسب تعبيره وأضف أن رسالته تضمنت دعوة رسمية للرئيس الإيراني لزيارة الرياض وتعزيز التعاون الإقليمي والاقتصادي بين البلدين بس لازم تعرف إن إيران بتحارب إسرائيل في سعودية يعني خلي بالك إسرائيل بيقول لك أنا عاوز طبع مع السعودية عشان لو طبعت مع السعودية أنا هتطبع مع العالم العربي كونه إيران بتقول أنا عادي مطبع مع السعودية وأنا هتطبع مع العالم العربي كله والإسلام يعني هتبقى علاقتي مع مصر مثلا أفضل كثيرا وديك شفت مثلا إن في لجان مصرية إيرانية بتدت تلتقي تاني إن مع سلطان عمان هيثم بن طارق في طهران قال خامينئي إنه سيرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع مصر وفي بيان على موقعه رحب ببيان عمان عن استعداد القاهرة لاستئناف العلاقات مع طهران بتدت تعودة العلاقات الدبلوماسية على مستوى منخفض جدا بين مصر والسعودية إنها تعود زي الأول وده مثلا لاستفادة إيران من الصلح مع السعودية بس إيران مش هتسمح إن السعودية طبعة مع السعودية واضح جدا مضادة وإيران بتقول إنه مش هينفع تبقى العلاقة الإيرانية السعودية في ظل تطبيع سعودي صهيوني نعتقد أن أي علاقة بين دول في المنطقة والكيان الصهيوني ستكون طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية إن بدء علاقة بين النظام الصهيوني وأي دولة في المنطقة إذا كان هدفه تحقيق الأمن للنظام الصهيوني فهو حتما لن يحقق ذلك عن جانب الآخر هتلاقي إسرائيل كل شوية عمالة تطلع على التقارير إنه بتتقرب أكتر للسعودية خب بالك بس بالحرب اللي اتنين بيتنفسوا على السعودية والسعودية لحد دلوقتي ما ليتش رأيها إيه خالص فطلع مثلا نتانياهو عمال يقول شوفوا إيران عمالة تدمر العالم إزاي وإحنا بنمد جسور السلام وأخصان الزيتون وديكوا شايفين إسرائيل حلو إزاي وجميل أو تعمل وإحنا بتوع السلام وذي محلقة هتسمع من الرجل كده الرجل العمالي يتبهى بالسلام السهيوني وإنه خلاص موضوع التطبيع مع السعودية حيتم بحيتم لا يمكن أن تزعف أي وسيلة إعلامية لا مصرية والعربية ولا أي حاجة إن وزير الاتصالات السهيوني لما وصل السعودية بس فيديو وهو بيصلي داخل الفندوق بتاعه سوف حالك هتشوف كده بظلط كاللي بقى لك أول مرة في أسبوع يحضر وزيرين للأراضي السعودية وزيرين سهينة الموضوع ده لما تيجي تبص عليها هتلاقي في مطاقة خطورة ليه؟ لأن إسرائيل نفسها بتعلن عن تواجدها داخل الأراضي السعودية بشكل فجد يعني إيه اللي يخلي وزير إن هو يبس فيديو هو بيصلي داخل الفندوق بتاعه إيه اللي استفزاز ده؟ يا أخي طب ما الناس مستضيفينك عشان مؤتمر إنت لازم يعني آآ تسيق للناس دي يعني أنا شوف إن الفيديو ده ما كان شلوه أي تلاتين لازمة بس إسرائيل عاوزة تعلن عن قرب التطبيع مع السعودية بأي شكل هو إن الوزير ده خلاص بيصلي وبيكن الصلاة بتاعته هو نعمل استفزاز للجانب الإيران طيب إسرائيل في نفس الوقت عملة تاخد خطوات تجاه السعودية بشكل كبير وحتى طلعت جريدة إسمان تعمل في إسرائيل بتشير الموضوع ده وتقولك خلاص الموضوع اقترب كثيراً كده أو كده أنا لحد دلوقتي ما عرفش السعودية هتلعبها إزاي السعودية ماشية في الاتجهان السعودية بتحسن علاقتها بإيران وبتتقرب من إسرائيل هتلعبها إزاي وهو قصة ما ينفعش داخل اتنين مع بعض يعني ما ينفعش يمين وشبال مع بعض هتيجي وقت يجب إن انت تختار طريق فإزاي السعودية هتعرف إنها ما بيعش إيران ولا بيعش صين وفي نفس الوقت ما بيعش أمريكا ولا بيع إسرائيل هتعمل الموضوع إزاي خاصة إن إيران بتحاول توصل رسالة للسعودية لو السعودية طبعت مع إسرائيل هو أعلان هرب وهتخسر كل اللي هي عملته مع الجانب الإيراني خلال الأشهر الماضية وإيران بتحاول توصل للسعودية إن السلام معها أفضل كثيرا من السلام مع الصحيم بس فلاك لازم تعرف إن في النهاية السعودية هتأخذ قرار لأن الطريق ده هي مش يدفيه أصلا يعني إحنا مش بنتكلم إن السعودية بتفكر السعودية ماشية في الطريقين مع بعض هيجي الطريقين دول يجب إن انت تأخذ قرار إيه هو؟ معرفش وحيبقى مدروس إزاي؟ برضو معرفش تشوف الدنيا تمشي إزاي؟ بالأخر احترامي للسعودية احترامي للشعب السعودي خلي بالكم الصهاينة وخلي بالكم الإيرانيين ده اللي نقدر أقوله الجانب السعودي والأشقاء في السعودية ورب نصر مصر رب نصر السعودية تحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الارغير يا محروسة بسيف شاطر وصف حارس عليك يامين ومن فوق السماء السابع حميك يرب العالمين الأمين